على مسرح النادي الأرثوذكس الثقافي العربي في مدينة بيت ساحور وبحضور عددا من مطارنة والأباء الكهنة وممثلي بعض الفعاليات الرسمية والدينية تم إشهار كتاب الكرسي الرسولي والشرق لمؤلفه قدس الإرشماندريد الدكتور أقابيوس أبو سعدة المزيد في رسالة منذبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوى بحضور المطارن ويليام الشوملي النائب البطرياركي للاتيني في القدس وفلسطين والمطارن ساني عازر والمطارن مونيب يونان تم إشهار كتاب الكرسي الرسولي والشرق للأرشماندريد الدكتور أقابيوس أبو سعدة وبحضور عدد كبير من الأباء الكهنة الأجلة الإقونيموس يعقوب أبو سعدة والأب عيسى مصلح والأب سهيل فخوري وكهنة من مختلف الكنائس والجمعية الأرتدوكسية العربية وممثلي المؤسسات والحضور وذلك على مسرح النادي الأرتدوكسي الثقافي العربي بمدينة الرعاة باتسحور افتتح الأمسية الدكتور شارلي أبو سعدة بكلمة ترحبية بالمطارنة والكهنة والحضور ووقف دقيقة صمت وحداد على أرواح الشهداء والنشيد الوطني الفلسطيني كما تخللت الأمسية كلمة ترحبية من قبل الأستاذ رائد الأطرش رئيس النادي وكلمة رئيس بلدية بيت سحور الأستاذ هاني الحايك وكلمة القص منذر إسحاق رعي الكنيسة اللوثرية وكلمة سعادة السفير عيسى قساسي سفير فلسطين في دولة الفاتيكان الذي شرح مكانة الكرسي الرسولي في العالم وأخيرا كانت كلمة الأرشمدريت الدكتور أقابيوس أبو سعدة التي شرح فيها معن محتوى الكتاب الذي حمل عنوان الكرسي الرسولي والشرق وأهميته كما وشكر الجميع على التواجد والحضور كتاب يتضمن العديد من الوثائق الفاتيكانية يتضمن الكثير من الشخصيات التي ساهمت في بناء رؤية الكرسي الرسولي للقضية المشرقية ولمسيحي الشرق ولكل العلاقات إن كان مع اليهود أو مع العالم الإسلامي هذا الكتاب هدفه ورسالته واضحة هو رسالة للقارئ العربي بشكل عام والمسيحي بشكل خاص لدور الكرسي الرسولي والكنيسة الكاثوليكية في القضية الفلسطينية وفي العلاقة مع العالم العربي ومع اليهود خصوصا نحن بالشرق نعيش وفي فلسطين خصوصا نعيش هذه التساؤلات نسأل دوما عن رؤية الكنيسة نسأل دوما عن دور الكنيسة في القضية الفلسطينية فجاء هذا الكتاب ليرد على تساؤلات العرب بشكل عام والمسيحيين بشكل خاص على دور الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي في القضية الفلسطينية الكتاب اللي عمله أبونا أغابيوس مفهم كثير جدا خصوصا لكثير عن التساؤلات احنا وخصوصا كمسيحية وين الفاتيكان من قضيتنا شو علاقة الفاتيكان مع الاسلام مع اليهود مع العالم العربي كامل فيجي الكتاب هاض يرد على جميع التساؤلات الناس بتسألوها الكتاب رح يتكون متوفر لمكتبة يسوع الملك ببيت سحور واكيد اي شخص بده الكتاب او معنى بالكتاب يتواصل معنا اكيد بالامنلوية وبعد الامسيات تم حفل الاستقبال والتوقيع والاهداءات للنورسات مارلين الحدوة من مسرح النادي الارتودكسي الثقافي العربي بيت سحور